السلام عليكم في الويدة معانا السؤال بيقول يقول لي لو عندي نفس البراجراف ده هو هو عايز اعد كلمة تكررت في البراجراف ده كان مرة ورح انهم واحد اثنين ثلاثة اظن طيب فانا عايز اعمل كلم ده بالكود عايز الكود هو اللي يعرفني كلمة تكررت في البراجراف ده كان مرة طيب اول حاجة برضه انا ممكن احتاج سيب بس الجزء افتاع الممكن احتاج احويلها كلها الاسمون ليترز برضه عشان ما بقاش في مشاكل طيب عندي كذا طريقة اعمل بها الكلام ده الطريقة البدائية قوي ان انا ايه ان انا هلوب على القرية دي كلها بعد ما حويتها الاسمون ليترز وعند كل كاركتر ابدأ اقارن الوقت انا عندي دي السترينج دي اقف هنا واشوف هذا الكاركتر ده بيساوي واللي بعده بيساوي واللي بعده بيساوي واللي بعده بيساوي ماشي واقع اكون كلمة البروجرامين كده كنا نتكلم مرة انا هعمل انت كاونتر وهاجه انا اقول بقى ايه اقف انتر احاولت كل حاجة الاسمون انتر 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 نحن نقوم بقراره كثير BRO G A M M I N G ر ر ر ر ر ر ر ر ر M M M I محتاج كمان واحدة هنا وحط فيها G طيب محتاجين بردو بعد كده نيجي نعدي على كل الحاجات طوال انا عمده ده مش طوال انا بلايش حد يعمل كده بس نحاول نتحرك واحدة واحدة لحد ما نوصل لحل كويس يعني كده ثلاثة كده اربعة ثمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب انا بس ممكن احط ركاة سطر نغفر المكان شويه دينا كده ويه كده كده ويه كده ويه كده ويه كده ماشي مانا الكنديشن بتاعي ناقص واحد ساعتها اكسس اي زائد عشرة وده مش مصبوط صح انا بالاخر يعني كده اكسس اي زائد عشرة فانا محتاجة هنا مثلا اقلل ناقص عشرة كده عشان بس ما ما يحصلتش ما ما بخشش الممري مش بتاعتي فلا كده حاجة طيب لو جيتها عندها هلا عشتها لو لا اتعان جرب كده نيجي هنا زي اوت تاوتر هقول لي تلاتة فهي فيها عن كرارت تلات مرات فلا كده حل شغال يعني صح بس الاكيد ده حل مش ضريف لكده سبب فهنا اشتري ان انا عايز اعمل برنامج بدل بروجرامي عايز يشوف كلمة محمدين الكرارت كم مرة فهيتها اتعان جدت برنامج تاني خالص و أهب اغير كل الحاجات دي طب كلمة تالتة عاجر كل الحاجات دي تلات مرة طب لو عايز اتشك طب لو كده الكلمة اللي انا عايز تشك عليها مش كلمة بقية اعايز تشك اذا كان بروجراف معين اتكرر فى البروجراف في البروجراف فلا لا هيكون مثلا كلمة بروجرامي اللي حجمها مثلا حداشر حرف هيبقى كلمة تاية او بروجراف حجم ميتين حرف هتكرر في الكتاب مثلا كمر او مثلا اغنية مثلا كبليه تكرر كمر فهذا اعمل conditions لميت حرف فده كده اكيد مش حاجة صريفة طيب ايه حل تاني ممكن اتصرف فيه ممكن اعمل حاجة تانية انا ممكن افترض من الجملة يعني دي كده السترينج الاصلية بتاعتي ممكن اعبرك سترينج تانية احط فيها كلمة programming انا ممكن ايجي هنا كده اعمل card required يساوي programming كده طبعا دي محتاجة تكون character R وبعدين الله احتاجة احطي الاقوائز بقى قبل التاعلي ماشي يساوي programming كده وبعد كده ممكن هذا الشيء بدل ما هو اف كنديشنز كده انا عندي i i-1 i-2 i-3 i-4 i-5 فوضح ان انا عمال يزود واحد على هذا الشيء صح؟ يعني انا ممكن كل شوية بزود واحد فانا ممكن ترمى كل شوية بزود واحد على هذا الشيء ممكن اعمل الكلام ده بfor loop سوف نقارن لكل x او لكل i فور loop for int j يساوي 0 لكل i-0 لكل i-0 يعني j هو لكل i-0 strlen of programming اللي هي of required و j plus plus حقا انا اقول له ايه؟ حقا اقول له حقا انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز اقارن القادمة الي هي b required of zero هي ال b صح؟ طيب فلو x of i زي J equal required of j حقا اكمل عادي يعني خلاصي بكدا كويس health يعني ممكن لو ده حصل انا مش عايز ايه معاينة انا بس اعايز قاعدة قوله نهائيشاه كم ال loop ده بس لو ده ما حصلش health سوف تقرن X زائد 0 بالB. ثاني مرة في اللوب. هقارن X زائد 1 بـ required of 1. طب ايه يا required of 1؟ هي الـ R. ثانية مرة. هقارن X زائد 2 بـ required of 2. ايه يا required of 2؟ الـ O. وهكذا. فأنا في كل مرة من اللوب دي بقارن بعمل واحدة من دول. يعني انا بعمل فكيت الـ conditions دي كلها بقوا كل مرة في اللوب بعمل واحد منهم. طيب انا هحدد امتى ان الـ programming جات؟ هحدد ان الـ programming جات. لو اللوب دي كلها خلصت. ماشي؟ لو اللوب دي كلها خلصت من غير ما بريك خالص. طيب انا ممكن نعمل حاجة. ممكن الاول خليه نعمل ده بالعكس لو ده مش true. يعني لو كده لو الـ condition ده مش true. هبريك. ماشي؟ ممكن نعمل كده بس ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن نعمل حاجة بس. ممكن نعمل حاجة بس. ممكن نجي هنا. اعرف هنا Boolean. Boolean. بقى Boolean. يساوي واحد نسل. ممكن نعمل حتى جوه اللوب. ماشي. ممكن نجي هنا اعرف جوه اللوب ده. طبعا انا ممكن نشيل ده واخلص مش عايزه صح. انه كده علينا نزايا حاولت ده للوب. ممكن نشيل ده خالص كده. وقل بول فاوند يساوي باحد طيب بعد كده لو كنش انها متحققاش يعني ممكن قبل ما بريك انا هبقى بريك عشان هوفر وقت عشان ما عودش يحسب الحسابات ملايش لازم انا لو لقيت اصلا الحروف اللي عندي الحروف دي فانا اول ملاقي ان السي مش بي فانا مش مضطر بقى تستي دي ان دي ار و دي او و دي جي انا كده بضايع وقت ان انا عفاس عارف ان تراما دي سي فاكيد ملاقيتش البروجرامج فانا بعمل بريك عشان كده بس ممكن قبل البريك اخلي فاوند يساوي زيرو فهو انيشي اللي مفترض ان انا هلاقي الكلمة بس اول ما يكونيش ان دا ما يتحققش مرة واحدة هخلي فاوند يساوي زيرو ولاجي بره هنا اقول لك بقى ايه لو الفاوند ايكوال ايكوال ون الفاوند دي معناها الفاوند ايكوال ايكوال ون او اللي هو true يعني هزود الكاونتر طيب تعالي روانده كده هشفه اشتقر او لا فعلا جابي ثلاثة اللي هو عدد مرات تكرار كلمة بروجرامي لديك انا حل شغال برضه طيب لديك انا حل ايه طيب انا عندي كمان حل تالت الحل التالت انا داتي بعمل ايه وبالك ان انا كل شوية انا داتي بقارن مثلا لو بروجراميك هكذا حرف تقريبا فانا بقارن اول حباشر حرف دول بروجراميك وبعد كده الصورة طيب انا بقارن string بstring طيب انا عندي اصلا في c++ شوزه بتاعرف تقارن string بstring أنا ممكن بدل في اللوب دي أنا بعمل الكمبارزون بإيدي. طب أنا ممكن ما اعملش كده. أنا ممكن اشيل ده كله. اشيل ده كله كده. وشيل ده كله. وبدل ما قارن بإيدي أعمل الفنكشن الجاهزة. ليه كان ايه كان str compare. بس اللحظ حاجة أنا مش عايزة قارن السترينج دي كلها بالبروغرامي. لأ أنا عايزة قارن جزء معين من السترينج دي. بالبروغرامي. فعشان قارن جزء معين من السترينج. بسترينج كنت باستخدم strn compare. أنا ممكن نجي هنا اقول لك. if strn cmp. ودي لك هنا. s الاولانية اللي هي الاكس. وهنا اللي هي required. وهنا عدد الكاراكترز اللي هي عدد عدد الطول تلك required. اللي هو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر خلاشر. او بشكل افضل اخليها strn of required. فكده بقارن الـ x بالrequired. وبقارن عدد من الكاراكترز بيساوي العدد الحروف دي. طيب. كده بحاجة يسغيرها. كده كل مرة بقارن من بداية السترينج x. يعني بقارن من الاول. كل مرة بقارن اول حدوشة الكاراكتر دول. طيب عايز كل مرة اقارن من كاراكتر مختلف. فانا قلت ان الـ x دي. عبارة عن and x of zero. طيب. دي كده كل مرة بقارن من الاول. طيب لو كل مرة انا عايز اقارن من the ith element. لو اول مرة اقارن من index zero. او كده index واحد. او كده index two. او كده index three. فهخلي دي. and x of i. ويجي اران. طبعا ال if string compare ده محتاجة اقوله لو ده بيساوي zero. صح؟ انت لاخد لقوه. لو ده كده equal equal zero. يبقى انا فعلا لقيت ال string. فهعمل هنا counter plus plus. لقيت programming يعني. ماشي. كده see out counter. او كده انا كده عرفت في كل في الثلاث طرق بتوعي. طلعت كلمة programming انكررت ثلاث مرات. طبعا ده اكتر حاجة مختصرة. اللي قبله ظريف. اللي قبله خالص وحش جدا. طيب. اللي انا كاتبه ده مسته في ايه مسته ان انا طبعا هنا مش مش يعني. ممكن اخلي x 10 وخلي ايه 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 ايه. طيب. الميئة في الثالث ان انا ممكن اغير الجملة بسهولة اغير required خليها. مثلا اعيز اشوف architecture create camera او langwood architecture اهي. architecture. ايه اي addition. اجيرين كده. مش غير بس الجملة那個 required بتاعتي. اقول لي انها كرارت مرة واحدة بس. architect. طب لو عايز اشوف. ويد لي. كرارت كم مرة. او فتعان نشوف حاجة كذه مرة ام. او بس فاكس. مش عمي. من الممكن. من الفكرة موجودة ان انا كده. بغير بس نساعتها هو بيشتغل عطول. مش هقعد كل مرة يغير حرف حرف جوه جوه الافكندشز التعتي يعني. تمام طبعا دي بقى مش نقص عشرة دي مكن خليها عشان انا عشان اكون دقيق يعني مش نقص عشرة لا. خليها نقص اسف تقريبا ومستحيل عشان انا قضي عشان انا اتشهد انا اقصد اسف تقريبا تكريبا ومستحيل استخدام اقصد اسف تقريبا اتشهد قريبا. كل مرة جيدة فهلاذ انه كان بسوء كان بسوء صامده بسوء صدف قريبا. كانت اتشهد قريبا we use it. الاخر قصدي انا ليست كفemat. انا مش حتازم اعمل كده لان الفنكشن دي هي بتاع فتصرف يعني اذا هذا string x برضو هي بتاع فتصرف يعني من ايه في الاخر هتلاقي هتلاقي نال character في الاخر و هتوقف انا مش حتازم اعمل كده بس روانت كده مش رحت طيب ماشي اجرب اخر مره افده يديني ثالثة ماشي حاصل نتعمل الفيديو جهة ان شاء الله